اشتركوا في القناة ليبلغ بذلك العدد الإجمالي 41 مصابا جميعهم في حالة مستقرة ويخضعون للعلاج والرعاية تحت إشراف طاقم طبي مختص وأفادت الوزارة أن الوحدات المتنقلة للفحص والمجهزة وفق المعايير الطبية المعتمدة مستمرة في معينة المواطنين العائدين من إيران ممن تم تحديد مواعيدهم بحسب جدولة الفحص حيث يقوم فريق طبي مختص بإجراء الفحصات اللازمة لهم في مناطق سكنهم وذلك بأخذ العينة للتأكد من سلامتهم وعدم إصابتهم بالفيروس مضحة أنه يتم تزويد المواطنين مما يتم التأكد من سلامتهم بكافة التعليمات والإرشادات التوعوية وتأكيد عليهم بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتمثلة في الحجر المنزلي لمدة 14 يوما كما يتم منحهم إجازة طبية مدفوعة الأجر لمدة 14 يوما كما تتم أيضا متابعتهم من قبل فريق طبي مختص لضمان صحتهم وسلامتهم وأكدت وزارة الصحة على وجوب قيام المواطنين والمقيمين القادمين من إيران أو من قاموا بزيارتها في الشهر الجاري الاتصال فورا على الرقم 444 لجدولة موعد الفحص والبقاء في مقر سكنهم في غرفة منفصلة حتى جدولة موعد الفحص واتباع التعليمات التي ستعطى لهم من قبل الفريق الطبي مع ضرورة تجنب الاختلاط بالآخرين لتجنب نشر الفيروس لعائلتهم وللمجتمع في حال إصابتهم به كما أشارت وزارة الصحة إلى أنها تواصل إجراءاتها المتبعة لمكافحة انتشار الفيروس في المملكة من خلال ضمان متابعة جميع القادمين من الدول الموبوءة لمدة 14 يوما من قبل فريق متخصص للتأكد من خلوهم من أي أعراض والتزامهم بإرشادات العزل وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا كوفيد 19 بحسب المعايير التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية